تعرض مقر شركة أمن بريطانية في العاصمة بغداد لاستهداف بصاروخ كاتيوشا تسبب بأضرار مادية وذكر مصدر أمني أن صاروخ كاتيوشا سقط على مقر شركة جي فور للأمن البريطانية التابعة لمطار بغداد الدولي في حي القادسية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد دون مزيد من التفاصيل ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف مقرا لشركة أجنبية للخدمات الأمنية داخل العراق اشتركوا في القناة